على وقع تطورات المتسارع والسمرار الحرك الشعبي يسير العمال الجزائريون على نفس الخطى في عيدهم العالمي واختاروا الاحتفال على طريقتهم الخاصة النقابات ضمت صوتها لصوت الشعب واتفقت على الخروج في مسيرات سلمية استجابة لدعوة كونفيدرالية النقابات الجزائرية نحن جزء من هذا الحرك احتفالنا هذه السنة سيكون في الشارع بمسيرة وطنية لسياسة اللي هي كونفيدرالية النقابات الجزائرية التي تضم اكثر من 13 نقابة تنشط في قطاعين القطاع وظيفة العومية والقطاع الاقتصادي كونفيدرالية النقابات الجزائرية اللي غدا رح تنادت الى مسيرة عملية كبيرة رح تكون في العاصمة ورح تكون في ولاية اخرى كذلك ولكن اساسا في العاصمة بسلمية تم ترفع شعار واحد وهو دعم الحرك الشعبي السلمي دعم المطالب الشعبية والعمل على تحقيقها وتتسيدها على ارض الواقع بشعارات غير معهودة اجمعت النقابات على اسقاط كل المطالب الاجتماعية ورفعت مطلب الحراك التغيير الجدري والتأسيس لجزائر جديدة في اطار الحراك الشعبي نحن بالنسبة للمطالب مطالب العمال المهنية الاجتماعية لا نقول اننا نسيناها بل نقول اجلت نجاح الحراك الشعبي في ارصاء دولة القانون دولة الحريات دولة العدالة الاجتماعية هي التي ستحقق للعمال في تقديرنا ما يريدونه الاحتفالة ستكون بنكهة نكهة ثورية ثورة الشعبية السلمية التي مستمرة منذ 22 فبري 2019 والتي حاملة في محاورها ولا في طييتها مطالب اساسية جوهرية جاءت اليوم فوق المطالب الاجتماعية المهنية ولا سوسيومهنية انتعنا كمهنيين في قطاعات مختلفة في العيد العالمي للعمال تبرز المحاسن وتحصى النقائس لكن في الجزائر عيد العمال هذه السنة بنكهة خاصة نحن مع الشعب ومطالبنا واحدة